أخيرا سمع البحثون في الشؤون الصينية والمستشرقون وخبراء العلاقات الدولية الجملة التي طال انتظارها من أفواه قادة الصين وروسيا وهي أن العلاقات الصينية وروسيا الحالية والعلاقات بين الشعبين البلدين وصلت إلى أعلى مستوى لها في تاريخ ولكن من المهم جدا أن ندع أيضا ملاحظة على هذه الجملة ويجب إضافة علامة نجمة في النهاية حيث أن أعلى النقطة لا تعني أنه لا مجال لتحسين والأهم أن هذه ليست نقطة إحداثيات ثابتة بل نقطة تماثل إمكانات النمو المستقبل مما يدول على النمو والتدور في المستقبل وأنا واثقة جدا من ذلك ونحن نعمل على تعقيق ذلك لسبب ما يواجه البلدان قوة تحاول الوقوف في طريقنا وهي تخار منا وهي مليئة بالكراهية والاستياء تجاهنا بما في ذلك لأسباب عراقية حتى أن الصين وروسيا بالإضافة إلى تدوير العلقات الودية بتوجيه من قاطة الجانبين يقفان أيضا جنبا إلى جنب ضد قوة شاري التي تزهر على الساحة الدولية ترجمة نانسي قنقر